السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بيديسات اليوم الحصة تعالى وان غادي نتكلمه على المنتخب الوطني تالاقل من عشرين سنة يعني وان شاهدنا كيفاش فاز على نظيره الموريطاني في الدقيقة الخمسة وتسعين يعني بصعوبة يعني وان شاهدنا في الدقيقة الخمسة وتسعين سجلوا اللعاب رأس الحربة يعني هو اللي اسموه العيسان بوعون يعني وان غادي نلبو يوم الأربعاء يوم الأربعاء وامام المنتخب المصري الفائز على نيجيريا بهدفين مقابل صف قلت لك نيجير نيجير مش نيجيريا احنا وان شاهدنا كما يقولك المباراة وما شاهدتاشكا ما ما كذبش عليكم ما ما شاهدتاشكا عنا كين بوادر في هذا المنتخب تأقل من عشرين سنة رغم الصعوبة وان ضيعوا الاهداف يعني وان ضيعوا الاهداف كثيرة شوف بناء اللعب شوف الضغط يعني وان كنا مسيطرين كيش شوف كنا مسيطرين وان نيجير موريطانيا وما كانش دايرة ما كانش دايرة ضغوطات كبيرة ما داشت ضغوطات على المنتخب الوطني الجزائري وان عرفنا كيفاش نسيطروا يعني في ثلاث خطوط وان شاهدنا كيفاش نتعلم مع واحد لي ربع ساعة ربع ساعة خمسة وعشرين دقيقة برمير ميتو ربع ساعة دوزيان ميتو خمسة وعشرين دقيقة ويسجلنا الهدف نشوف الوقت خمسة واتسع دقيقة يعني قناص بمعنى الكلمة الهدف ليسجله يعني وان شو كيفاش وان قلوب لي وان كانت سيطرة كبيرة شو كيفاش كنا مسيطرين شوفنا في الشوط الأول وان كانوا عنا فرص كثيرة ضائعة وان كانوا نقولوا بلي الدفاع المنتخب الوطني الجزائري تأقل من عشرين سنة وان كانوا كان مرتاح حتى الحارس كانوا كانوا واحد المرتدات من موريطانيا لكن بيدون خطورة وان يلعبوا يصنعوا اللعب بصح بيدون خطورة وان بيدون خطورة شعرنا كيفاش كانوا يصنعوا اللعب بصح بيدون خطورة ما شكلوش خطورة كبيرة على المنتخب الوطني الجزائري بصح في المقابل وان شاهدنا احنا يا اللعابين المنتخب الوطني الجزائري يعني وقلوا بلي وان لعبوا بحرارة كبيرة يعني بقالق كبير لازم وصورتو دوزيان متر دوزيان متر مذبية كل المدرب المدرب المنتخة بالوطنية يعرف كيفاش يموت تيبيهم يعرف كيفاش يرتبهم على باكولين ان كلشو احنا نضيع اهداف اطلاع مخالقين باش نسجلوا مقار على البنت يجي مخدوم انت عرف كيفاش تخدم البنت يجي واحده البنت يجي مصنوع واحده حنا ولو عنا لعابين ولو شوية يلعبوه مناديين ولو يحوسوا كيفاش يمركو برك هذه العقلية ولو يحوسوا باش يمركو صورتو دوزيان متر صورتو دوزيان متر دوزيان متر ولو ولو كما نقوله حنا يا ولو ولو ضغطين بقوة ولو ضغطين ضغطوا الله يبارك والله العظيم والله لوحد الضغط دالوه يعني اشتوا عد 6-25 دقيقة اتكلمت مع عد حبيبنا يهدر معي قللي والله لقللي لعبو قللي ما تشوش على قلوب اللي ما تشوش النتيجة هدف ليسف ما تشوش النتيجة هدف ليسف شوف كيفاش اللعب كان اللعب كان وين غادي يوم الأربع وين غادي استهدام ما بين مصر والجزائر اللي انتمنا يعني هذا اللعب اللي لعبوه كونت موريطانيا يعني طبقوه خاصة أمام المصريين يعني لازم تموتي بوهم اللعابة هذو لازم ما نخصوش أمام مصر لازم اللعابة يكون على بالهم بل لي ما نخصوش أمام مصر لازم فيناطهم طيحة ندخلوهم من الماء تعيكبار لازم ندخلوهم من الريح تعيكبار بل لي لا هذو غذراري ولا قذبوكهم أكبار غادي تخلصوا عليك لازم لازم كيفاش خدمة على المدرب وإن شهادنا بالظرف دوزين متر تلتعاش دقيقة 40 بالظرف نقولوا بل لي تلتعاش دقيقة حتى 18 دقيق وين زيعة ونزيعة طرواب بيت كانوا فالاب في بداية شوط الأول في بداية شوط الأول في بداية شوط الأول ونضيع فرصة كان هدف تسرع تسرع ولو كي هي المعادل خارجي زويت ولا تسرع بزيار كل أبغي مركي ولا كل أبغي يفرد روحه يودي كل شي يجي وحده عجبني في اللاكس عجبني النافي دور مليح هذا الشيخ كبير اللي مركبونت شيخ كبير أتي السحق زيد ميريوتيرا ما شاء الله يعني والواسيت يعني وين خدم 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 وين ولا 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 على البلك حتى المنتخب الوطني وين لا يلعب في الجهتها وين وين شاعدنا كي باش كان يعني الضغوط وين مارسوا نقوله الضغوطات كبيرة عليهم مارسوا الضغوطات كبيرة عليهم وين نقوله نقوله فانك ما ننساو شوين كينا حاجة صغيرة برك وين يجب على المدرب محمد راسيت أن يحسن الوضع الهجومي في الجهة الجهة اليمنى لا اللي كان يلعب في الجهة تعالى وفي لاقوس واللي كان مليح بسعى الجهة تعالى يمنى ووسط ميدان صانع ألعاب يعني هذا هو برك وأن يتكلم مع اللاعبين أن لا يلعبون وحده وأن يكونوا يعني لا يكونوا آنانيين لأني اهدرتها على الجهة تعالى رغم المنتخب الموريطاني لعب وتكتل في الدفاع ولعب كورات مرتدة واكتسبنا المدافع الأيصر الشاب ما شاء الله يعني الصعود التاعون يعني كانت نقولوا باللي كانت تشوف كيفاش المباراة كانت نقولوا باللي كانت في القمة يعني مين شعرنا كيفاش المباراة اللي كانت لغم أننا موريطانيين وينلعبونا على الكورات المرتدة وينحاولوا بكل طرق يعني حاولوا مخادعة المنتخب الوطني يعني بكل طرق لكن سنقول فيها ونعود وين ولت الخطورة التي حم تبرد قدام الكاريديزويت ما ولوش يديرو الدونزي ما ولوش يديرو الدونزي هناك كاين نقولوا الجيهة اليمنى في لاتاك صانع العاب يعني والجيهة تعالى قوصة في لاتفنس إلاها لا يتحصحها آه لا يتحصحها آه ودي شيخ كبير واللاكس وانيك ما ننسبش يعني وين لعابين وين قدموا وين قدموا مباراة كبيرة مشكورين يعني مشكورين ختملها كل عبونا كل عبو دعم زي هذو هما هاكا وموا نشوفه تتفرج تدير ملخص تشوف أهدف تشوف منها يعني تشوف كيف هشها صعب يضروك واللينا احنا يكل شغل تشوف منتخب وطني جزائري بيدون معنى بيدون معنى اللي جان هذو مساكين واللينا نشوفهم يعني ولو يحرقوا فيهم تسعى تجيب الأحسن تشوف اللعاب المنتخب الوطني المحلية تشوف قال ناس فرحد ما تكسلي عائلهم نتيجة هي اللي تجيب لك تجيب لك متابعة تاك نتيجة لو قال هذو الفارق الوطني هناك يربحوا عنصير كنا طابعين باش يربحوا وشاعدنا بل يربحوا حادي هي وين قدموا مباراة يعني كانت في القيمة رغم أنه ربحنا آنظروا نقول لهم وين قدموا ربحنا آنظروا بل صح كانت مباراة كبيرة وين لازم عدم التسرع بلك هذا ممكن سيستام ديجيو شباب قاع شباب شباب لعبنا لهم بربعة تلازة تلازة سيستام ديجيو والله لا شباب طب قوه بيبعني كلمة خاصة في العسل من 75 وروح حتى البنتين 95 دقيقة يعني الضغط راهيب الضغط كبير 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 على موريطانيا وين خاصة وين موريطانيا وين سهلتنا المأمورية وين تراجعوا الوراء وقعدوا يلبوا الكورات المرتدة اللي ما كانت تكون في مدارة شخاطر مدارة شخاطر كبير على المنتخب الوطني الجزائري واحد يقدر هذا الصح مدار ما كاش كايين دونجي ما كاش دونجي على المنتخب الوطني الجزائري على ذلك نقولوا بالليهودي هنا قد خدمة على المدرب وين كتسبنا مدافع أيصر على مستقبل وين أحمان قدم مباراة كبيرة ليبقطع كل الهجمات المرتدة ولم تشكل خطورة في الجهة اليسرى بالتوفيق له في المستقبل مع المنتخب الوطني الجزائري ونادي سانتيتيا الفرنسي يعني لعاب في القمة نتمنى ولو من نجاحنا صعيد ترجمة نانسي قنقر